السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم جميعا معايا في مطبخ نون معاكم نون الحجيري النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بفتيك مشوي في الكيس الحراري بالخضار مع تدبيلة روا سهل وبسيط جدا في طريقة تحضيره اي حد يقدر يعمله بكل سهولة وكمان هنشوف مع بعض قدقي اللحمة دايبة دوب والخضار كمان مستوي جدا جدا واخد نكات الشوي نبدأ وندخل مع بعض ونشوف المقدير وطريقة التحضير بسم الله نبدأ نحضرة تدبيلة جبت البولة وحنزل فيها بأول حاجة معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الخل الخل بيساعد على سرعة السوى وتطريط البوفتيك اللحمة معانا بتبقى طرية جدا ونعمة بإضافة الخل ما بيغيرش من طعمه ومعلقة كبيرة من معجون السلسة ومعلقتين كبار من السويا سوس ممكن تعملوا ميكس معلقة سويا سوس ومعلقة دبس الرمان هيبقى طعمه هيل جدا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل أسود معلقة صغيرة مليانة من بوهرات الشاوي هحط لكم اللينك بتاع الرابط بتاع الفيديو بوهرات الشاوي في صندوق الوصف ومعلقة صغيرة من بوهرات اللحمة وحقلبهم كويس جدا وحضيف عليهم قطع البوفتيك ممكن إضافة ربع كبيرة من مية البصل أو بصلة صغيرة مبشورة نعم هضيف قطع اللحمة وحقلبها كويس جدا في التدبيلة وحسيبها لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل معايا هنا الخضار اللي حستخدمه مع البوفتيك ومعايا كمان بصل مقطع شريح وفلف الرومي أو فلف الحراء أو فلف الألوان الخضار أي نوع خضار حابين تشوه مع اللحمة جبت الكيس الحراري وحابدأ أرص في قطع البوفتيك تكون مفرودة بحاول بقدر الإمكان إن أنا أفردها ما تبقاش متنية على بعض لإن هي حتاخد وضعها في السوا فلما أخرجها تبقى سهلة معايا ومفرودة القطع بقطعتها وبعد كده بضيف عليها الخضار اللي استخدمته بصل وفلفل أخضر وكمان بطاطس وكوسة وجزر وبعد كده بضيف باقي التدبيلة اللي باقت معايا في البولة وبقفل الكيس الحراري عليها زي ما احنا شايفين بيبقى معاه الشريط الغلق بقفله كويس جداً أفضل منه الهوى وبقفل بالشكل ده وبحطه الكيس كله داخل صينية وبضيف عليها مقدار معايا مقدار كوباية من المياه المغلية وبدخلها الفرن على الرف التحتاني بتاخد بالزبط 45 دقيقة ساعة إلا ربع بعد كده بخرجها حباً أنا أديها تكة شوية عالشوية أو أكتفي بلونها زي ما احنا شايفين مجرد أن أنا فتحت الكيس وخرقت الخضار واللحمة اللحمة مستوية جداً جداً والخطار وياخد نكهة الشو أتمنى أن تتجربوها وبإذن الله تكون سهلة وبسيطة على أي حد أول مرة يدخل المطبخ ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة كانت معكم لنا الحجيري صحتين وهنا أعلى لكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة